اشتركوا في القناة المحور الثاني هو دور السكرتير في إدارة الاجتماعات أونلاين السكرتير وتنظيم السفريات دور السكرتير في إدارة الاجتماعات كثير من المسؤولين وكثير من وصفين يقضوا جزء كبير من عمل اليومي في الاجتماعات العديد من الاجتماعات يحتشد المسؤولون في أحد المكاتب يجتمع المسؤولين في أحد المكاتب أو في أحد قاعة الاجتماعات إذا كان في قاعة الاجتماعات اليوم أيضا بواسطة التقنية الحديثة مثل ما هلأ نحن مجتمعين مع بعض في جلسة تدريبية صار من ممكن أيضا الاجتماع عن بعض بغض النظر عن المكان الجغرافي وتبعد المسافة تنظيم الاجتماعات بيعطي مساعد المدير أو مساعدة المدير فرصة ممتازة لعرض كفاءتها أو كفاءته كسكرتير أو سكرتيرة قبل وأثناء وبعد الاجتماعات نعطي بعض الإحصاءات حول دور السكرتير في إدارة الاجتماعات معظم المديرون أو المديرين يقضون 50% إلى 80% من وقت العمل في الاجتماعات عدد الاجتماعات التي تعقد كل يوم عمل في الولايات المتحدة الأمريكية يقارب 15 مليون اجتماع المديرين من الطبقة المتوسطة في المملكة العربية السعودية يشترك كل منهم في أربع لجان تقريبا وتجتمع كل لجنة مرة واحدة أسبوعيا بعض المدراء سيشترك بحوالي 400 اجتماع سنوي بينما يشترك معظم المديرين فيما يقرب من 100 اجتماع سنوي العديد من الاجتماعات هام جدا يوفى الوقت ويجهز العمل المطلوب ولكن كثير من الاجتماعات للأسف مضيعة للوقت شو هو مفهوم الاجتماعات؟ ما هو مفهوم الاجتماعات؟ الاجتماع عبارة عن تجمع شخصين أو أكثر في مكان معين للتبادل الآراء التداول والتشاور في موضوع معين أو إنجاز عمل معين كيف نوصف اجتماع هو أنه هو اجتماع فعال بناء لما يحقق أهدافه؟ في أقل وقت ممكن وبرضى غالبية الأعطاء ما هي أهمية الاجتماعات من وجهة نظر؟ دعنا نسأل سؤال ما هي أهمية الاجتماعات من وجهة نظركم أو رأيكم؟ تفضلوا ممكن مداخلات صوتية أو ممكن عن طريقة شاء؟ ياسمين عم تقول تبادل الأفكار مش حزو طرح المشاريع والأفكار من أجل الشركة لمشاركة عمر أيضا يرسمين للوصول حلول حول مشكلة معينة أسماء تزويب المعلومات تبادل الأفكار تطوير حلو ممتاز مشاركات ثانية لو سمحتوا تبادل المعلومات تقرير حول المشاركات أيضا لحل المشكلة عمر عم يقول أيضا توزيع المهام على فريق العمل ياسمين اجتماعات تخص مجلس دار الموظفين خطة تصير العمل بدي لو سمحتوا الكل يحاول يشارك لو سمحتوا رائد عم يقول تبادل معلومات تقديم التراحات لتطوير العمال بدور 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 إذا متل الجلسة الماضي عم نبهك على موضوع إذا إذا بطريق شكلك ما عندك مشكلة بالنسبة للإسم إذا الإسم يكون الكامل يكون أفضل أهمية الاجتماعات الاجتماعات تعتبر أحدى وصائل التواصل الهامة في المنشآت على اختلاف أنواعها للاتصال أهداف هامة من أهمة تزويد العاملين بكافة المعلومات الضرورية لحتى نحسن الأداء أو حتى نشرح حول مشروع معين أيضا تبادل آراء حول ممكن مطالب وحاجات العاملين أو الاستماع للشكاوي تنظيم جلسات عصف ذهني تتيح المعرفة كل فرض يعمل في المؤسسة ماذا يجري في داخله من نشاط وأعمال أيضا توصية توجيهات القيادة وأوامره ووجهات نظرة للعاملين بالمؤسسة شو هي جلسات العصف الزهني حدا ما سمعهم جلسات العصف الزهني دكتور أحمد فضل مرحبا يعطيك العافية والله يعافيك يا رب جلسات العصف الزهني هي يعني هي نوع من يعني بتلقول بسرعة هي عبارة عن يعني بسرعة خلق أفكار جديدة وممكن تكون سريعة بس ما شا تكون فعالي فتقترح عدة أفكار فممكن واحدة بينها الطبق أو لا بس يعني نوع من يعني هيك تلقول يعني لأنه يعني بحيث يعني بسمية نسمع للكل سواء الأمور مثلا كل الشي بيخطر على بال المشاركين ممكن يحطوا طبعا بس بطريقة يعني هيك تيش الأفكار بسرعة يعني يعني اللاوعي اللاوعي بيقول لك يا أيام طريقة اللاوعي ممكن تطلع فكرة يعني تكون تنفز غير ما بتفكر أنت فكرة كتفكير عام يعني بتعطيك هيك نوع من يعني سرعة أفكار فم تكون يعني أفكار حتى يعني غير متوقعة وتطبق وتكون ناجحة هاي الفكرة شو هي أساسيات العصف الزهن لو هيك استطردنا بالموضوع شوي عندك هكذا إلي عتسلني الماكا جروب شوي عام كيف يعني إلي عتسلني الماكا جروب أنا هيك عم بحك حضرته هي أساسيات العصف الزهني هي استحضار هي أساسها أنه بيكون كثير في يعني بالأفكار موجودة بس منسميها طريقة يعني مخزنة طريقة تحفيزية السريعة العصبية خلنا أقول يعني ما أعرف جوز عبر لك إياها بشكل صحيح فبتقدر تعطيك الفكرة بسرعة وتكون منفزة وفعالة بحيث يعني تكون أقرب للواقع بس هي غير يعني تعتقد أو غير قابل للتطبيق يعني هيك أساسها ما أعرف إذا وصلت الفكرة أو بعت أو قررت ما بعرف شون دي شرح لكها وصل لكها وبضط يعني حلو كتير تفكير خارج الصندوق عم يقول أستاذ محمد عم يقول هي يعني بدل ببدأ أنه أنا عندي أفكار فأنا بطرح فكرة بس بتلقيت لك مطبق أما ما بطبق فأفكار هي تجي بسرعة بسرعة كتير فهي استحضار يعني متل أقول تحريض الجهد للعصبة بشكل قوي خلق نقول قادر يعني يطالع أفكار غير الأفكار ما بتجي على التفكينة مجرد أنت ما تتفكير دخلت أنت مرحلة اسمها مرحلة المنطيق وفي كثير شغلات خارج الصندوق هي يعني طبعا تكون أنت خارج المنطيق فهي تطبق وتكون فعالة وناجحة وتجيب يعني مثل أقول شيء مردود بغض نظر مادة أو معنوي أو أي شيء بشكل قوي كتير هاي الفكرة يعني خليك تطرح أفكار يعني دخل يعني لخص لك يعني بس دخل اللاوعي أيام بعض المواضية فأنتي غربلت شغلات ممكن هالمواضية أو الأفكار اللي غربلتها هي إذا نفزت تعطيك شيء كبير أنا بدي ما كنت أنا رايد أحكي على أساسيات العصر الزهني بس هيك بشكل موجز فينا نقول إن هي جلسات لتبادل آراء كتابة نكتب قائمة بالأفكار الممكن تطلع معنا لا تسمح لعقلك بخداعك مناقص جميع الأفكار من دون أي ضابط فينا نقول والعصف الزهني خلال الأزمة في عنا مخطط إذا سمعان في سمعانين فا اسمه مخطط إيشيكاوة سمعانين فا أو مخطط العزم والسمكي مخطط إيشيكاوة مخطط إيشيكاوة مين سمعان بمخطط إيشيكاوة مخطط إيشيكاوة مخطط إيشيكاوة مخطط إيشيكاوة شو أرأيكم حاولا مثلا نقول ضعف الأداء مثلا أو ضعف سلام عليكم عفوان بدي أحكي لك عن تفضل هلا هو إنه نحن منحط السبب الرئيسي والأسباب اللي بتتفرع عنه يعني في سبب رئيسي وفي عدة مشكلات لقدت لهذا السبب وبعدين منحط الحلول نحن نحن نقش فرضا موضوع شكاوي العملاء مثلا أو ضعف مستوى التعليم ضعف مستوى التعليم أو شكاوي العملاء من منتج معين فرضا فنحن نجي أيفا بتقول عيوب المعدات أنا بقول التلوث داخل المصنع من جزءهم مثلا تصنيع نقل المنتج للموزع بيجي الدكتور أحمد بيقلك أعطال في أعطال بالسلاجات اللي بتقوم بتوزيع المنتج نفسه هاي من الأحد الأسباب اللي هو شايفة إنه ممكن تكون مهمة مثلا بيجي مثلا أستاذ أمجد بيقول لأ في عنا عيوب بجوز بمواد الخام نفسه فنجي آخر شي بعد ما استمعنا للكل شو من ساوي منجزء الآن فينا نعمل كمان نحطهم بجموعات للمشايفين والتصنيع نقل المنتج الموزع ومنشوف من ناقش كل نوع من هالأنواع بعدين ممكن نطبق القاعدة اللي هي قاعة عشرين ثمانين قاعة قريتو هاي بشكل هيك موجز على ممكن يعني تستفيدوا منه هاي مثال تاني مثلا لأنخفاض أداء شركة هاي أسباب حول الموضوع نرجع بس هاي الفكرة ممكن ليش أنا نذكرتها لأنه ممكن هاي الطريقة ممكن تستخدموها أثناء الاجتماع ضمن الاجتماعات لازم يكون عندكم فكرة عن موضوع مثلا مخطط إشي كاوا فهماني شو مخطط إشي كاوا العظم السمكي أو السبب والأثر أو وشو يعني عصف زن وشو يعني عصف زن طيب اطرح موضوع مهم ممكن كمان موضع فيديو مدت البديو دقيقة واحدة دقيقة ثلاث دقائق كثيرا ما يواجه مدراء الشركات التجارية مشاكل في كيفية الوصول إلى القرارات المناسبة من أجل تطوير مؤسساتهم وتحفيز الموظفين فيها هذا ما واجهه أليكس أوسبر كثيرا ما يواجه مدراء الشركات التجارية مشاكل في كيفية الوصول إلى القرارات المناسبة من أجل تطوير مؤسساتهم وتحفيز الموظفين فيها هذا ما واجهه أليكس أوسبرن مدير أحدى الشركات ما دعاه إلى ابتكار طريقة جديدة وفريدة من نوعها علّها تحدث تغييرا في أسلوب حل المشكلات واتخاذ القرارات وقد سميت هذه الطريقة بأسلوب العصف الذهني ما يعني حل مشكلة معينة من خلال طرحها على مجموعة من الأشخاص يقومون بالتفكير والتحليل لإيجاد حلولا ومن خلال هذه الجلسة الجماعية يتم توقع ظهور حلولا ونواتجا إبداعية وغير تقليدية ومنطقية يتطلب العصف الذهني تهيئة جو للإبداع للموظفين ليتمكنوا من طرح أفكارهم بحرية ودقة وأخيرا تقييم الأفكار للتواصل إلى الحل الصعب وخلال هذه الخطوات على جماعة التقيد بعدة أفكار منها إنشاء حاجز وهمي وطرح سؤال ماذا لو ليكون فريق العمل في جهوزية تامة لأية مشكلة قد تطرأ عليهم ويرى كثيرون أن العصف الذهني من بين أنجح الطرق المستخدمة في تحليل المشاكل لكنه لا يخلو من بعض السلبيات فماذا لو كان الإجهاد الذهني والشعور بضغط المسئولية يدفع بعض المشاركين إلى التطرف في التركير أو لانصياع لأفكار الآخرين تجنباً لوصفهم بالسلبية كما يرى بعض المشاركين في جلسات العصف الذهني أن مشاركتهم الإجبارية تبقدهم الحماس للإدلاء بأرائهم وأفكارهم الإبداعية مخافة أن تنسب تلك الأفكار للمجموعة ويفقد حقهم المعنوي في امتلاكها وبل استغلالها من طرف آخرين بطريقة تختلف عن هدفهم الأصلي من طرحها طيب تعالوا لعمل أصف ذهني حول موضوع نحن ليش بنعمل اجتماعه ليش بنساوي اجتماعه لماذا نعقد اجتماعه ياسمين عم تقول لجميع الأفكار ايفا عم تقول للتواصل مجد عم يقول مناقشة المشاكل مجد وضع الحلول أفضل الحلول ايفا لوضع الخطط والتطوير هاجر من شان نرتب أفكارنا مروا في اجتماعات دورية واجتماعات طرغة بس تمام نحن عم نحكي ليش نعمل نهم اجتماعات عم نناقشة حصات الشركة حال المشكلات تحليس ثيانات طرح أفكار اتخاذ قرارات طيب حلو لأن الاجتماعات من أفضل وسائل اتخاذ القرار بشكل جماعي مبني على الشورى هي الإطار المناسب لحتى نحن ممكن نقول فعلا نكون فريق وهالفريق تحمل مسؤولية التحقق متابعة الاشياء اللي نحن متفقين عليها مخططين عليها وين رايحين لحتى ممكن تباضل الخبرات نحن بنعرف انه لما انت بل اكتخذ قرار فانت عم تفكر بعقلك بنا نقول ناتش عن خبرتك ممكن نكون في اشخاص تغنين هلا بالنهاية صحية الرأي ممكن ل مدير عام أو مدير رئيس نجلس إدارة بس لما بيكون عندك مجموعة عقول ومجموعة خبرات نحن عقل واحد واحد زائد واحد اثنين بس واحد زائد واحد زائد واحد مثل ما شايفين اربطعش خمسة وثلاثين الى آخرين الاجتماعات بتعطيك أيضا للفريق فينا نقول بتزيد الانتماء والتلاحم وممكن أيضا استفادة من التكامل الأنماط المختلفة لحتى نحقق الأهداف أيضا مناخ للابتكار الإبداع مثل ما شفنا موضوع العصف الزهني أيضا تبني القرارات والحماس لتنفيذ لما نحن منتخذ القرار مثل ما عما تقول إيفا بصوت عالي ونفكر بصوت عالي وننقل الخبرات والأفكار فنحن الكل عما يساهم باتخاذ القرار وعما يكون في شورة في الموضوع فالكل يتحمل المسؤولية أسمى الصوت عندك ضيف يا جماعة الصوت عند الكل ضيف ولا بس عند اسمه طيب اسمه ممكن أنك بعد إذنك في زر اللي هو الميوت اللي هي الميوت العادي بالزوم بس اضغط على أعمالي موت تمام ورجع شغله إن شاء الله بيمشي الحال إذا أنت كنت عم تحضرين من الموبايل من الموبايل طيب التغلب عن نزعات الفردية وغلو الفرد تقلبات مزاج ونواحي الضعف ممكن الطبيعية أيضا تأكيد دائم على الأولويات وتوحيد الرؤى في المهام الأساسية والسياسات والضوابط من الموبايل في زر اللي هو الميوت للمحاضر ملأ لك اللي مال مال سماعة الميوت الميوت من فوق موجود للمحاضر بس كأن بدك تعملي مثلا لو هو مكبر مكبر صح مثل إشارة المكبر شو أنواع الاجتماعات في اجتماعات دورية من ناحية الزمن في اجتماعات دورية واجتماعات غير دورية الاجتماعات الدورية هي التي تعقد بصغرها ممكن دورية موعد محددة معينة مش الحال كأني أسمى عشان ما نرجع نقطع المو أفصلي طيب رجعي أدخلي بعد تمام صلي من وحاق من جلسة وأرجعي أدخلي أولا من حيث الزمن اجتماعات دورية وهي الاجتماعات تعقد بصورة دورية وفي موعد محددة لبحث مسائل مواضيع معينة من الاجتماعات مثلا الهيئة العامة لشركة مثلا مساهمة أو شركة محدودة اجتماعات المنشوفة على التلفزيون مجلس النواب الاجتماعات غير دورية الاجتماعات ممكن الاجتماعات دورية كمان من ناحية الزمن متمع متقولة ممكن يكون في يومية أو اسبوعية أو شهري الاجتماعات غير الدورية الاجتماعات لما بكون في طارق أو مشكلة طارقة أو بنا نتناقش موضوع مهم ناحية الشكل اجتماعات في في نقول موصفة انه اجتماعات شكلية خاصة اللي بتون مثل مثلا الهيئة العامة أو اجتماع مثلا نقول الشهري أو الاسبوعي الاجتماعات الدورية يكون شكلية في اجتماع يسود قدر قليل من الشكليات ومن الأمس على هالنوع اجتماعات مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة العامة إذا بدك تكون في عندك اجتماع مثلا في نقول مشروع جديد أو مناخش مشروع جديد فهون ممكن تكون اجتماعات غير رسمية من حيث المستوى غير طبعا الاجتماعات بتصور بالتنظيم الغير رسمي بالشركة اللي بيكون عادة بالمطبخ هاي الكل اللي بيشتغلوا بيعرفوها فبلش تحكي على بعض هاي كمان أنواع من أنواع الاجتماعات من حيث المستوى في اجتماعات على مستوى عالمي مثل اجتماعات دولية منظمات وما شابه والله كلمة الشلي بتعرفيها نسيفة لعطي أنا فكرت هاي كلمة لادآنية كفت ما روح أولى بالعامية ما حدا يفهم علي اجتماعات على المستوى الدولي كاجتماعات مثلا مجلس الوزراء واجتماعات مجلس الأمة أو النواب واجتماعات لمستوى المؤسسات والشركات اجتماع مجلس إدارة أو مجلس القسم ما شاء الله الكل اللي بيعرفها طيب شو هي المبادئ العامة لتنظيم اجتماع أو لعقد اجتماع لح أعرض انفوغراف من تقريبا من سبع محاور بس هلا أحكيوهم بشكل موجاز لحتى يحقق حتى يحقق الاجتماع هدفه اللي نحن ساويناه من أجله وأول أمر أنه لازم كل الأعضاء يقدروا يتناقشوا ويكون مستعد كل عضو للمناقشة أعطاء فرصة كافية هذه الثلاثة هي اختصار للسبعة جاين على السبع محاور أعطاء فرصة كافية لكل عضو بشكل يعني بشكل يوضح رأيه بصورة واضحة وصريحة الثلاثة إذا اختلفت الآلاء فهم ممكن نتبع مبدأ نظام التصويت لهيك دائما مجالس إدارة بيخلوا المجلس يكون فردي بحيث إذا تصار في تصويت أو ممكن يكون الرأي المدير هو الرأي المراشح مثلا طالما مقصد من عقل الاجتماعات هو التعاون فلازم دائما بالاجتماع ناقش ويكون حاطين لما ندخل على اجتماع نكون حاطين قبعة في نقول إنه نحن مستعدين لتقبل الأراء مستعدين للمشاركة مستعدين للتعاون لا ندخل بنفسي إنه نحن يا لعيبة يا خبيبة تعرفوا لهي كمان الشليل أجل تعني النميمة وهي لعيبة يا لعيبة يا خبيبة تعرفوها كمان بالشغل العملي أقريب بتشوفوا إذا فهمت علي طيب قواعد إدارة الاجتماع شو القواعد أول أمر التأكد من جدول الاجتماع شو يعني يا لعيبة يا خبيبة الاجتماع في عالم تتخل على الاجتماع إما بده تفرض الرأي اللي إلا يبدو يخربوا الاجتماع هيا لعيبة يا خبيبة نرجع لموضوعنا شو ما بادئ تنظيم الاجتماع لحتى نجعله قدر الإمكان أكثر فعالي هاي الإنفوغراف من الميدان في نكون تشوفوا على الإنترنت أول أمر هو التأكد من جدول الاجتماع وإلا لا يمكنك إرسال كافة النقاط عبر البريد الإلكتروني لكافة أعضاء الفريق اثنين تأكد من عدد الحضور إنه هن عدد الحضور اللي بدي يحضر فعلا كافي لمناقشة هالأمر أجندة الاجتماع لازم قبل كل اجتماع نرسل أهم النقاط ما نجعل اجتماع وما في أجندة ما مخططين للاجتماع قبل الاجتماع وهي من النقاط فينا نقول المهمة اللازم لازم نحطها ببعنا إنه قبل الاجتماع يكون في باعه هلا ممكن السكرتير إذا ما كان السكرتير عم يقوم بهالدور يعني إذا غاب منصر السكرتير فهذا الأمر بتولى من الموارد البشرية إذا غاب الموارد البشرية بتولى من السكرتير المدير أو النائب المدير مدة الاجتماع أيضا خلاص نحط وقت للاجتماع نحن الاجتماع ما بصير يطول ندعو الناس لاجتماع مثلا نقول عنا اجتماع أم تب يخلص الاجتماع ما حدا بيعرف والله منطول ثلاث ساعة فنركز على فكرة إنه لازم يكون في عندي أجندة لازم يكون محددين الاجتماع متوسط الاجتماع ساعة ساعة وربع ساعة ونص ماكسيمم لأنه بعد الساعة ونص أصلا نشاط الكل اللي حينقفض مساهمتهم لحتقل تقسيم ممكن وقت الاجتماع هلا نحن نشوف كيف تلخيص أهم أفكار الاجتماع على هيئة نقاط في تمرساله لكل أعضاء الاجتماع بعد الاجتماع أيضا بعد الاجتماع طلعنا بنتائج هاي النتائج لحيترتب عليها تحديد مهام مين بدوا يتابع بالفترة المقبلة هالمسئوليات وهالمهام لحنواسعنا على الفريق ولحيكون في أيضا مهمة المتابعة لحتى بالاجتماع القادم نقدر نحن نناقش ليش فينا نقول الأداء الفريق اللي نحن وزعنا المهام على وأما من كاف أو نسألوا ليش مشتغل مثل عالم خلف طيب شو هي أهم قواعد الاجتماع فينا نقول تعيين مشرف من شخصيات لوجه الاجتماع بالعادة في بيكون سكرتير الاجتماع لهو سكرتير لا تعقد اجتماعات ضرورية هذا الكلام موجه للمدراء عقل الاجتماعات وفقا للموضوع حافظ على مسافة مع أصدقائك شخصيين بالعمل بعدا عنك قضاء خمسة إلى عشر دقائق من نهاية الاجتماع لتلخيص القرارات إدراج القواعد الأساسية خاصة بك على جدول الأعمال كإدارة ومناقشت في نقطة وضع القواعد الأساسية وتناقش المدير مديرك مباشر بالقواعد عدم عقد اجتماعات خارج ساعات العمل إلا للضرورة كن مستعدا والتأكيد والتأكب من أن جميع المشاركون يكونون ذلك مستعدين للاجتماع اللقاء بانتظام جان إيفا عندها مشاركة فضل إيفا النقاط اللي حضرتك ذكرتها ذكرتني وأكي أنت عم ندرس فحكونا عن كيف نحن نعمل الاجتماع فلازم يكون في ثلاث مراحل الاجتماع هي المرحلة التحضيرية ما قبل الاجتماع أثناء الاجتماع وما بعد الاجتماع فأنه لازم يعني فيه خطوات لازم أعملها قبل الاجتماع أنا أحضر من الأشخاص اللي بدون يشاركوا المكان حدد الوقت يعني بالتاريخ اليوم الفلاني السنة الفلانية الزمان الساعة الفلانية وينتهي الساعة الفلانية والأشخاص اللي بدون يشاركوا والنقاط اللي بدنا نتحاور فيها وابعتها عبر إيميل رسمي لكل شخص بدي يشارك ويكون مثل ما حضرتك ذكرت أثناء الاجتماع طبعا فيه شخص بيتابع هاي الأمور وبيأكد على الأشخاص إنه كل واحد استلم الإيميل تبعه وأثناء الاجتماع طبعا بيكون فيه شخص عم يكتب شو عم بيسير يعني إذا فيه شي نتائج تلعوا لها أو فيه نقاط زيادة أصلا بدون يدفوها على المحاور اللي بدون يتناقشوا فيها وبعدين بيطلعوا بقا بالتوصيات والنتائج وبيكون خلص كم هذا الموضوع لا بناقشت المراحل الثلاثة اللي هي دورة السكرتير في إدارة الاجتماعات أنا حسيتها بتشبه يعني الموارد البشرية يعني هاي أشياء هذا الموضوع بتولى إما إدارة الاجتماعات إما إدارة الموارد البشرية أو إدارة فينا نقول الشؤون الإدارية أو إن السكرتير هو فيه ترابط ممكن يكون حتى فيه تداخل بس بالجوب سكريبشن مع بهالموضوع مع إدارة الموارد البشرية تماماً دور السكرتير مثلما إذا هو بإدارة الاجتماع في عنده دور قبل الاجتماع في عنده دور أثناء الاجتماع وعنده دور بعد الاجتماع أوكي قبل الاجتماع فينا نقول إعداد الملفات توجيه الدعوات حجز القاعة تجهيز القاعة تأكب منظات القاعة تذكير المشاركين تذكير المشاركين من ناحية إعداد موعد الاجتماع ومكانه وإعداد جدول أعمال الاجتماع مناقشته مع المدير المباشر أو رئيس المباشر إعداد أيضاً الدعوة الاجتماع وأرساله والإشعارات كيف نحن نشوف كيف ستكون الإشعارات كيف نبعث ممكن نكون بريد أو ممكن نشوف أنه ممكن نكون بشكل وراقيات في دعوة الاجتماع تسلمت تسلمت وقع يا الله تفضل تسكير المشاركين من خلال كمال إيميل يوم كمال إيميل فينا نعتبر إجراء من الإجراءات ممكن توزيع أوراق وأقلام ما بصير أنه نحن نعتمد بالأوراق والأقلام على المشاركين لازم يكون كل اجتماع في عنا سأكون لدينا نوع من أنواع الوصول دوسيا الثانية سأقوم بإمكانكم المترجمات محبين المترجمات 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة في بداية البداية ترى تحافظ الأوراق هذه الأوراق هنا يوجد أوراق هناك أنواع فائلات ثانية هذا نموذج هذا نموذج لأنه سأضع البطاطة هنا أعطيكم كيف يكون مهمة هذا المفترض أصلاً يعني ممكن تأطفق أنه يكون معهم هون فتحها على كل مكتب ممكن الخلم يكون كمان على اليمين أعطيه ممكن بهالشكل هاد ممكن كمان نستخدم فائلات من هالنوع هاد يكون كمان في هون نقدر نخرزهم هذا نموذج هناك نموذج نقول بسيط لا ننسى موضوع الأوراق والأقلام التأكب من أسماء المشاركين وأثناء حضورهم تصميم الاجتماع التأكب من بابة القاعة في حتى موضوع ما في وقت لندخل إدارة اجتماعات دورة خصصة بحاجة زادة في طريقة لوضع فينا نقول ترتيب المكتب ترتيب أماكن الجلوس وين المكان الأفضل مثلا للبروجكتور شو الأدوات اللي ممكن تكون أدوات لوجستية كمان بالقاعة كمان هذا الموضوع لازم نكون عنكم اطلاع عنه موضوع الماء والمرقبات سجل الحضور نحن بحاجة لإنترنت استقبال المشاركة اتصالات الواردة أثناء الاجتماع هذا الموضوع يجب أن يكون بابة أيضا تأكد من أنه تلاحظ أحيانا أنك تكون مثلا يعني لماذا تقول طيب شو دور اللوجيستي معناتها أنت المشرف على اللوجيستيك لوجيستيك مثلا بدك تقول أنا بدي بهالاجتماع عرض الحضور 12 ممكن يكون بالقاعة ما في إلا عشر كراس مين بتحمل هالموضوع بيتحمله حضرتك كسكرتير أنت النظيم فلازم تتأكد ما تخلي شي لصفر اللي يفضل يكون أمام كل كمان مشارك يكون في عندك لوحة اسمية في علاء أعلية اسمه و في المسمى الوظيفي الخاصة هلا أبسط طريقة لموضوع يعني إذا ما كان هيك الاجتماع الاسمي وكانت عندك تطبعه بالبساطة يعني هاي قيام بالدورات تدريبية من عمله عادي تطويل الورقة يعني تقصم الورقة هي تقصيم فينك تعمله على الورد كمان شغلة بسيطة جدا بس طبعا هاي عم نحكي بشكل غير رسمي ما إذا كان عندك يفضل يكون أمام يعني بصراحة أنا شفت الطريقة حتى في عمعات تستخدمه تكتبوه مثلا السيد أو السيدة أو ممكن يكون حتى في بطاقة اسمية ويفضل يكون فيه كمان بطاقة اسمية السيد عمر شوف أنت العمر عمر 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 مثل المحترم حسنا عمر عمر موسيقى عمر موارد بشريب الحمد مستمعك. أوكي. دعاء للأمر طيب. طيب شو دور السكرتير أثناء الاجتماع تسجير أسماء الحاضرين كما نقول. والغائبين والمعتذرين تلاوة محظر الاجتماع السابق وأخذ الموافقة عليه أو تسجيل أي اعتراض على بعض النقاط. تسجيل وقاع الاجتماع والقوارات ممكن يتوصل إلى المجتمعين باختصار يعني هو كاتب الاجتماع. ممكن حتى إذا انت بدك تسجيل الاجتماع فيديو أو صوت بدك تاخد إذنه. ما بصير تسجيل من دون إذن أن يبدك هون كون في عندك السياسة عندك سياسة تسمح بالتسجيل. أما أنت إذا سجلت من دون إذنه فممكن يصير في عندك مشكلة أن يكون مطاقزا لكل ما يدور في الجلسة وأن يكون ساعد الأيمن لرئيسه أو رئيسه للمديره أو مديرته تذكيره بعض المعلومات ربما يحتاج إليها المدير. في عندكم أيضا إضافة. حسنا. 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 ممكن حتى فينا نقول تفضيل المستمع المستندات تدوين الغيار تدوين الإشراف والضيافة تسجيل مكترحات الإشراف على موضوع التصويت والقرارات تدوين المهام والتأكب من مطابقة بيانات الأشخاص. هذه مسؤولية السيكرتير عزيزنا السيكرتير. طيب عزيزنا السيكرتير شو بيشتغل بعد الاجتماع شو دوره بعد الاجتماع يعيد القاعة على وضع الطبيعي مع التأكب من الموضوع بعد انتهاء فينا نقول الجلسة التأكب من أنه كافة الأولاق. الشيء اللي تركه أو خلفه الذي قد يتركها الأعضاء قد يعيدها لأصحابه كتابة محضر الاجتماع فورا بعد الاجتماع. لأنه ممكن إذا أنت تركت الموضوع ممكن روح إشياء ممكن بالك لو أنك أنت مدوين ملاحظات. حكيمات توقيع محضر الجلسة بعدد بعد كتابته من المدير بعد كتابة من المدير. موسيقى ثم القيام بإيش بطباعته أرسل الأعضاء لدراسته فلربما كان لأحدهم اعتراض في تحفظ أنه ياما في اجتماعات بيطلع آخر شيء في سوء فهم أنت استخدمت عبارة أن ما آيلينا خاصة اجتماعات تتعلق بأمور سياسية واختار رئيس الجلسة أو مدير الجلسة قبل الجلسة القادمة. أيضا يقوم بنسخ القرارات الخاصة بكل إدارة أو هيئة أو يرسل إليها للتنفيذ مع احتفاظ بصورة من كل نسخة. ممكن أيضا مرافقة الضيوف. ممكن نقول تحديد أخبار مثلا من المشاركين أو تفكير الأشخاص بالاجتماع التالي. إلنا بالنسبة لمحضر الاجتماع وحفظ الملفات وأعداد المراسلات تشمع الأوراق مرافقة الضيوف والتأكب منها المظافة. هذا الشيء الممكن المواعي. مين عنده أي إضافة بالنسبة لموضوع؟ مين عنده أي إضافة بالنسبة لأجتماع التالي. مين عنده أي إضافة بالنسبة لأجتماع التالي. ممكن إذا كان هو دوله سكرتير الاجتماعي أو ممكن يكون ميسر الاجتماع هو موضوع متعلق في موضوع مهارات تسيير لوحدة. يعني مهارات. متعلقة باتخاذ قرار هون عندخل باب دور الإدارة. حسب المهام الموكلة للسكرتير. محضر الاجتماع. ما هو؟ محضر الاجتماع مكان وموعد الاجتماع أسماء الحاضرين مع بيان الجهات من مثله. وأسماء المعتدرين والغائبين اسم رئيس الاجتماع أو مدير الاجتماع. إثبات صحة الاجتماع لتوافر العدد القانوني. كما نحكي مثلا بالشركة والشركة مثلا مساهمة لحتى يصير الاجتماع أو جهة دعمة حتى يكون في الاجتماع يجب أن يكون عندك عدد. نص جدوى الأعمال بالكامل مساء التي بحثت في الاجتماع وما دار نبحث بناقشة. بساط كل موضوع وما قدم قدم بشأنه من اقتراحات. ونص القرارات إذا كان في قرارات ووقت فينا نقول انفضاء الاجتماع أو انتهاء الاجتماع وموعد الاجتماع التالي إذا كان قد تم تحديد. اعتمده او انتو تصمموا نموذج وتشتغلوا لهذا حسب. المترجم للإجتماع المترجم للإجتماع الرقم الإجتماع هذه الفكرة حلوة المترجم للإجتماع مهم الوقت والتاريخ و Видفي المترجم للإجتماع و ترجمة السرية مهمة عادي أو أعطي الوحمن سري حسب الدرجة السرية ودرجة الأهمية عادي باللهام واللهام جندا كمان هذا التصنيف مهم الحضور المنصب والاسم جهة العمل أو إدارة التي يتبع لها جدوى الأعمال اجتماع المواضيع المطروحة للنقاش نذكر المواضيع ونضع القائم بعرض الموضوع جهة كمان لدينا هنا مثال اجتماع التاريخ البنوط والتوجيهات أو القرارات والمسؤولية وتاريخ التنفيذ والملاحظة ما شاء رغض حطينا نحن ما بعرف ما شاء رغض 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 أستاذ أمجاد عم يقول ضياع المواضيع وخروج عن سير حل المشاكل أو يتحول الاجتماع في نقول أنت وفينا أنت بتحمل مسؤولية لا أنا بتحمل مسؤولية ومتقاتلوا سيطرت مثلا المقربين والله يا أنسي مروى شكلك أنت عم تعاني كنت عم تعاني من قصة الاجتماعات خراحة هاي كتاباتك إذا كان عندك قصة ممكن تحكين عليها أنسريم عدد العضاء أكبر من متوقع ويضيع الوقت للنقاشات ضياع الوقت عليكم السلام أستاذ السوفينا أحيانا نفوق فعلا قد يسيطر بعض الأفراد على الاجتماعات اللي هن جماعة موديل وخاصة إذا لم يكن هناك تحديد لعدد مرات الكلام المسموح فيها لكل عضو لا يجد وترجى من الاجتماع يرأسه شخص ليس على العلم تام بالنظام الداخلي ولا واحد تحكم الاجتماعات لازم موضوع الاجتماعات يكون ضمن سياسة الموارد البشرية موضع قد يكون القرار المنتخص في الاجتماع هزليا ولا يراعي المصلح العام والسبب هو أن القرارات التي تتخص في الاجتماعات عادة تمثل الرأي الوسط حيث يكون الهدف من صد في الاجتماع على الاتفاق على قرار ترضى عنه الأغلبية بغض النظر عن نوع القرار أيضا ممكن تتوقف على الاجتماعات على مستوى العقلي والعلمي والخبرة والثقافة والأعباء كذلك على توفر الأخلاق ومدى الانتجام والتعاون القائم بين الفريق وهل يترى هن فعلا فريق ولا هن بين قواصين فريق ممكن يكون هن فكرين حالا فريق ولكن هن عصابه بعد يأتي الأعضاء الاجتماع آخرين ذهنيا تماما موضوعات التي ستناقش لأني سيد السكرتير ما بعت لهم الأجندة قد تكون مؤهلات أو خوضات بعض المشاركين في الاجتماع دون المستوى المناسب يعني نحن نعمل فرضا اجتماع للناقش مشروع حول التدريب الكتروني والأشخاص الذين يريدون أن نشاركوا ليس بحياتهم حضرانيين دورة الكتروني مثلا أعطيكم مثال إشعارات المشاركون هلأ هون نعم يشوف التشارك صحيح صحيح كل المشاركات كون صحية ممكن حتى الآن سواء عم تقول يمكن تكون زيادة المصاري خطوصاً إذا كان خارج المؤسسة أو البلغة حلو هلأ أنصر إذا تحبي تحكي تجربتك بس حكي بشكل من دون ذكر شو مثلا أسباب فشل الاجتماعات برأيك تفضلي إذا كان ممكن أو إذا حدي ممكن يشارك ممكن مريم ممكن مروى إذا بتحبه ما بتحبه ما في مشكلة أنا ممكن أحكي الله يعافيك يا رب فضل الله هو أكثر من مكاني مو مكان واحد يعني فمثلا في مكان بيبقوا جماعة منطقة واحدة الصراحة منذ نذكر اسمها بيطلعوا كبيرة تفهم؟ وبألف قصص يعني أنه أنت اللي ما شاركت معهم وأنت اللي ما انضمت للطريقة بس سبحان الله بعدين جميل أخذ حقي يعني وضليت أنا موجودة هم طلعوا موقف تاني أنه المدير هو بدل ناس معينة يعني بيحط حطاتك بالموضوع أنه السعاد عالي بيكون بالموضوع هاي يعني هما مثلا كانوا ليفقهم شيء بالأكسل أنا كتظبط لهم يعني تعي مروا كذا يعني في عندهم فيه أوقات بتصير عنصرية بالموضوع هم تحيز عنصرية للأسف الشركة دون بقى تكون المنظمة ريحة أو الشركة ريحة عالمشاكل وريحة عالمين قول هي اللي عم تحفظ يعني بصراحة في مؤسسات هي بتكون من جوة عدوة حالة كيف يعني تكون عدوة حالة من ورا هاي تصرفات يعني انت على الاجتماع من مش طرات يكون انت هدفك من الاجتماع هو تطوير العمل هدف من الاجتماع تسمع للكل ليش يعني خلاص إذا بتكون فيه إدارة ديكتاتورية أو إدارة فينا نقول ما بتسمع إلا للرأي جماعتها بالأصل ما تعمل الاجتماع ريما عم تقولنا اشتغل في عدة مشاريع مخيمات ما كان عندهم خبرات ولا مؤهلات أغلب أشخاص في الاجتماع وكانوا كأنهم عداء لأي شي بدو يصير ما بدون لأن يصير لأنه إذا فيه شغلات صادت هني من نهاية عندهم ممكن يكون هم الراتب بس أما المخيم فيه في تطوير أو الشغل نفسه يرايح ما بهمه ممكن احكي شغلة صغيرة فضل اكتشفت وانا طلعت بأكتر منظمة وكذا اكتشفت انه منظمات إنسانية بلا إنسانية لأن فيه أشخاص ما هو أهلين يشتغل منظمة إنسانية لأنه صار فيه وسطاء يعني بصراحة كان بالبداية يكون المسؤولين من المنظمة مع المتطوعين تماما مباشر أو مع الموظفين حاليا صار يصير وسيط بالبلد ويعني تصور مثلا وصلت معهم كل وقاحة مثلا يوم اللي كان فيه اجتماع مع الممولين لا تحكوا عن الراتب عارفين هنا إنه أخذين الراتب إشي يعني منيح لا تحكوا عن الراتب تماما طبعا ما عم نحكي ولا عم نتهم حدا عم نحكي نحن بشكل عام عن بعض المشاكل اللي عم تصير يعني بس من مفترض أنه هاي المواضيع تنحل باعتبار فيه فريق للفريق لحتى يكون فريق فلا بدي لازم على الأقل يكون فيه اجتماعات هالفريق فريق وما بيجتمع ما بعرف كيف ممكن يكون فريق أوكي جدول الأعمال وهذا موضوع مهم سواء الكتروني أو ممكن يكون ورقي كما ممكن بالإشعار إذا كان حسب وقت الوقت وقت الاجتماع ممكن تقول إن يا جماعة بالاجتماع يكون فيه مثلا وجبة غداء مثلا سيكون فيه وجبة عشاء بس بيتحمل مثلا الفرضان سيتحمل مثلا الشركة مثلا الشركة مثلا فيه فرضان الكلفة إن فيه اجتماعات لا بتكون اجتماعات المشاركين يتحملوها فبسكور أني مشان تتفادى الإحراج المشارك طلق وسائل الشعار بتم شعار مسؤولين يعني مثلا. أعطيكم أمس لفرضهم. لما أنت بتعمل اجتماعات. ممكن يكون من ضمن الاجتماعات أو من الدورات تدريبية حتى يكون في مسائق قامة بالممكن تذكر أنت شو الأشياء يلي أنت لحت تحملها في الأشياء الثانية يعني ممكن أنك أنت ما تتحملها أوكي يعني ممكن يكون في شخص جايب معه زوجته فأنت هي الزوجة ما بتحمل مصاريفة مثلا بالمسلا بالغرفة الفندقية أنت لحت تتحمل مثلا مصاريف مثلا ثلاثة أجبار أما الأمور داخل الغرفة شو بيطلب داخل الغرفة هل يرد ترى لحت تتحمل ولا هو لحت تحمل هذا موضوع مهم لأنه إذا أنت أنت ما سكرت له هالموضوع وهو آخذ راحته بالنهاية لح تصبح في مشاكل طرح وسائل إشعار يتم إشعار المسؤولين عن الاجتماعات التي ستعقد داخل مظلمة وسط الهاتف أو مذكرات الداخلية بيتم في كثير من أنواع الاجتماعات الأخرى إشعار المشاركين ممكن ببطاقات بريدية أو رسائل أو نشرات كما يتم الإعدان عن المؤتمرات والندوات الاجتماعات الكبيرة في المجلات وممكن حتى في الصحف إذا كان في عندك مثلا الشركة ومساهمة فبيحطوا أن فيه اجتماع بالصحيفة وهذا ممكن يكون ضمن ضمن القانون يعني لزاما من ضمن القانون هايدي هيدا مثال إشعار المشاركين بمذكرة داخلية مكتوب مذكرة داخلية مكتوب من الجهة إلى جميع مدراء الإدارات من مدير العام التاريخ الموضوع نص للإشعار نفيدكم علما أنه لحكم في عندي اجتماع مناقش تطوير المناهج سوف يكون ذلك في يوم الاثنين تاريخ خمسة عش ستة الفين وهو عشرين ساعة عشرة ونصف في غرفة الاجتماعات الرئيسة الرئيسية بالدور الأول مرفق لكم جدول أعمال الاجتماع في حال قدرتك عدم قدرتهم على الحضور لأي سبب نأمل سرعة إشعارنا بذلك والسكرتير ممكن يكون شو موقح ممكن يكون الإشعار أيضا عن طريق هذه اتصال من بس ندول من أشخاص لحنا نتصنف فيها في تاريخ الاتصال والوقت جزيرون يأتي لي أنه أنا ما يعني تهرب يسألني المدير ليش هذا الشخص ما مثلا الحضير تصنف مثلا واعتذر بتاريخ كذا وهي وقت المحادث البريد ممكن من خلال القائم قوائم البريدي فحص جدول الأعمال مثل هالجدول الأعمال اللي أمام كون لازم يكون في عندي بجدول الأعمال كمان محطوطة على ضمن الدوسية اللي لحتل تنبعد قبل الاجتماع وأيضا أثناء الاجتماع ممكن نقرأ نحن جدول الاجتماع ونحط الوقت ويكون أمام كل المشارك في جدول مبين من وقت كذا للوقت كذا من عشرة ونصف للأحدى عشر وخمسة وثلاثين مثلا ترحب الحضور كلمة الرئيس من احدى عشر وخمسة وثلاثين للساعة اطنعش كذا تلاوة محضر اشتماع السابق من اطنعش لطنعش ونصف وناقشة من اطنعش ونصف لتنتين ونصف مثلا ممكن كما مناقشة ممكن يكون في وقت مساحات لنا الاستراحات اختيار المكان هذا نحن نقشه بإذن الله بعد استراحة الصلاة السلام عليكم بجدد الله يعطيكم العافية ستكمل جلستنا حول موضوع ادارة الاجتماعات لابد ان تكون مشاير معكم شكرا لكم الصوت تمام او لا بعيد هلأ تمام اوكي انا بجوز انا وعم احكي ما منتبه الموضوع انه ممكن بعد المايك عني شوي طيب هلأ في حال العقد الاجتماع في حال بالنسبة الاختيار المكان الاجتماع لازم يتم تخطيط المكان بشكل مناسب اكيد لازم يكون قاعة تتسع للمشاركين يكون لان اذا ما كان مرتاحين بالاجتماع وما كان المكان غير مناسب اكيد هذا الشيء اللي حيأثر على جودة مخرجات الاجتماع فنحن مندير بالنا على موضوع الغرض من الاجتماع وعدل المشاركين فيه والاماكن المتاحة ايضا موضوع ما يكون في تضارب بالموعد اذا كان في اجتماعات فانا اذا كنت حاجة اجتماع بصالة فممكن يكون في عندي اجتماع بعد اجتماعي فانا ما بقدر ممكن نمدد الاجتماع اذا كان الاجتماع من تلك الاجتماعات التي تطلب من المشاركين فيها القيام باعمال لا علاقة بالاوراق والوثائق كمان انا لازم يوفر قاعة ممكن يكون فيها تقابع لازم يكون مثلا بالقاعة مثلا ايضا انترنيت لازم يكون بالقاعة بروجيكتور اذا كنت عم معقد اجتماع بفندو وما شابه لازم كمان تأكد من موضوع التسهيلات وراعي يعني المسئولية حول موضوع اذا كان الاجتماع مثلا عم من ناقش بعض الامور مثلا السرية بالشركة فلاسا مثلا القاعة تكون مثلا عازلة الصوت وامنة حتى ما حدا مثلا ممكن منافسين يتنصط او يسمع منافسة ايضا عند عقد الاجتماع في مكان يختلف عن المكان نحن حددنا بالاعلان لازم يتم اشعار المشاركين بالتغيير مرة تاني ونأكد ممكن بي عليهم كمان قبل الاجتماع ممكن بساعتين نبعد رسالة كمان تنبيه حتى اذا كان ممكن مثلا رسالة اسم اس كمان ممكن نبعد تذكير فيها بالاجتماع هي يعني الشيء ممكن يكون حلو حتى ممكن ضاعي بالاجتماع بقاعة الاجتماعات اذا كان في اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة فلازم نأملهم كمان الاشياء اللي يعني بتساعدون على حضور الاجتماع ايضا لازم يكون في لافتات ارشادية بالبهو ان الاجتماع مثلا متعلق بشركة كذا فهو موجود بالقاعة رقم كذا ويكون المصاعر مثلا ممكن عند المصاعر كمان يكون في لافتة كمان ارشادية ايضا نموذج لحجز قاعة ممكن يكون موضوع الاجتماع عدد الحضور مكان الاجتماع عدد الكراسي واخر شي اذا كان في مشروبات واطعمة لازم يتم الاتفاق عليها لازم يتم الاتفاق مثلا ايضا عنا بساء الاضاح الادوات المكتبية السكرتير ومسؤول القاعة السكرتير الاجتماع ومسؤول القاعة كمان في نموذج تاني كمان ممكن اعرض لكم يا لي هو متعلق بي الهول فورم اللي هو نموذج نموذج طلب حجز قاعة ممكن تلاقوه مثلا بغرف التجارة او ممكن تلاقوه بالفنادق فممكن حتى من ضمن السياسات الخاصة في كل إجراءات الخاصة فيكم ممكن توضعوا هالشي الجهة الشخص المسؤول هون معلومات تاريخ الحجز مدد الحجز لاحظ هون بالبوكينج باريود لازم يكون المدة انت محددة بالدقيقة تمام مثلا ثلاث ساعات بحط بين قواصين مثلا ثلاثة ستين دقيقة ثلاثة مئة وثمانين دقيقة حتى ايضا بالدقيقة نوع القاعة قاعة اجتماعات ولا قاعة عرض مواصفات القاعة شو بدك يكون فيها فبتحط تشكع هيون اذا في اشياء تاني كما ممكن تحطها شو الغرض من الحجز طيب هون مقدم الطلاب ومنسق الفعاليات اعتماد مدير الادارة والمحاسب وتنفيذي العمليات هون اذا كان موضوع بطلاب هالأمان انسى ريم ما فهمت عليكي هي في شخصين داخلين بالاسم الاول بالنسبة لبدور انا نبهت عليها ما نبهت عليها على الموضوع اكتر من جلسة هي على ما يبدو ما بدا الشهادة يعني لا يوجد شخص تاني حسب ما ظهر امامي بس انصر اي فوريه منك بس الاخوة دي روبال كان على موضوع الاسماء لان انا ما بتحمل مسؤولية حدا داخل ما فيني شيك على كل اسم طيب انو بكرة في ناس بتعترب بتقول انا احضرت وهي داخلة باسم اسم الاول بهال بهالطريقة لأسف ما بنحسب حضورة الزوم ما بيعرف فلان من فلان التجهيزات من راعي ايضا موضوع نحن نشوف بحاجة مثلا شرائح فيلمية شرائح شفافة عرض افلام سينمائية اجهز اسقاط ما شابه ممكن سبورة ممكن نكون مثلا مسجل جهاز تسجيل فيديو سبيكر فهو موضوع حسب كمان حجم الاجتماع المواد والمواد واللوازم ايضا تختلف بين اجتماع والتاني وحسب الاهداف الاجتماع بتختلف بين قاعة اخرى لما بيكون الاجتماع كبير فنحن بنحتاج ممكن لوازم اكتر كمثال ممكن يكون في عندي سجل الاختزال اقلام حبر اقلام رصاص ممكن يكون في عندي اذا حدا طلب فرضا شو السياسة المنظمة المتعلقة باجتماعات لازم يكون في عندي السياسة مثلا دليل نظام الداخلي قائمة الاعضاء المشاركي قائم اسماء اللجان محضر الاجتماع السابق صور من جدول الاعمال القوانين الخاصة بنظيم اجتماعات والمواد ووثائق المرشعية هلا في بعض الدول الاجتماعات لازم يكون في حتى ممكن يكون في موافقة من بعض الشجيهات تراجعوا حساب البلد المرتبات تأمين المرتبات في حال انقاذ الاجتماع بندق او ما شابه ذلك او حتى بأثناء يعني بالشركة هذا الموضوع بتحسب حسابه بالنسبة الاعداد الاجتماع بيتم في حال البرامج القصيرة نسبيا استخدام صفحة واحدة غير مطوية او صفحة واحدة تطوى من المنتصف او ممكن يكون في شداوى خاصة وهي الأفضل المقاطعة اصلاح اصلاح الاجتماع ممكن تسبب التكرار المقاطعة والمقاطعة ممكن يسبب توتر ويصير في عندك كمثل استريس فمندير بالنا ممكن تستطيع الاجتماع كل هذا الموضوع ان ينسخ رسالة ويطوية باستيكر اي استيكرات ان يريد اي عمل اي اشيه مظهروا انا اعمل فيلتر على القلفي صميح باشي فيلتر على لقي هاي استيكر اي استيكر مفترض اكل يكون بعرفة او ممكن يكون محضر هو شي اي اتوية ويعطيها كملاحظة او يعطيها مدير الاجتماع مدير الاجتماع يحصي على اليد شك ويوضح شو سبب الرسالة طبعا ما من أول مرة بنعمل هالإجابات طيب وفي حال إذا كان يتوقع من الشخص المعني الرد على الرسالة فقد يكون الأفضل من انتظر وإلا فمن الواجب عليك مقادرة تلقاها حال إيصال الرسالة إلى الشخص المعني ولا يجب عليك مقاطعة للاجتماع الذي تحضر الرد على الهادي في بالاجتماعات شي بسموه نقطة نظام هاي نقطة نظام لازم نكون عنكم فكرة عنها هاي الإشارة اللي هي هي هاي هاي الإشارة اسمها نقطة نظام تمام نقطة نظام شو معنات نقطة نظام أنه أنا بدي أعطي بلاغ أو مشاركة أنه في بند نحن متفقين علىه وهو مثلاً اختال أو قاعدة من قواعد انتهيكات فأنا بطلب مثلاً نعاط النظام للاجتماعي مثل اثنين مثلاً عمي يتناقشوا فوق اللازم ريم تفضل هاي تفضل تفضل احكي السلام عليكم السلام ورحمة الله بس كان عن بحكة عنه عن فكرة الصورة يعني أنه هاي وقت اللي بدي أحكي مثل بشوف مثل مثلاً بالاجتماع أنه في شيئات أنه تغاضوا عنها أو ما حاكوا فيها وكنا متفقين عليها فهي أنه بعمل أيدي بهاي الحركة مشان أني أنا بدي أحكي يعني أنه من دون مقاطعة أنه يعني أنه بستأذن منهم بهي الإشارة مشان أحكي دعم دي لايك الله يعطيك العافية لاعافيك يا رب المتابعة حال اختتام الاجتماعي يجب جمع كافة المواد متل ما حكينا ارسال صغير من نسخ المواد ده كل الاختزال المقصدفة اللي سأل على الاختزال المقصدفة موضوع متل مدخص الاجتماعي محضر الاجتماع حكيت أنه لازل نرسق محضر الاجتماع ممكن يكون في دوسيا خاصة ملف اجتماع كامل نحط فمحضر الاجتماع وكل الأمور اللي ممكن تناقشنا فيه طيب إذا كان كمان نحنا جلنا مسؤولين عن موضوع متابعة اللوجستيات في القاعة فأنا كمان بتأكد من هالموضوع من ناحية الكهرباء ومن ناحية الأجهزة ومشارك هلا هون في قائمة حضور ممكن كمان تشوفوا هاي قائمة هاي موضوع الاجتماع موعد والمكان هون حفت بقى قائمة من حضر هون قائمة حضور الاجتماع هون في عندي محضر اجتماع هاي موضوع هاي موضوع هون محضر اجتماع مثلا كاتبين اسماء الحضور هنا الأعضاء والسكرتير السكرتير المدير العام كتبنا حاطين فيه الموضوعات سرد صفحة واحدة وآخر شيء سكرتير الاجتماع وحاطين الاجتماع القادم سكرنا فيها مكان الاجتماع تاريخ الاجتماع وقت الحضور وحاضرين موضوعات سكرناهم وشو المقترحات اللي تأدمت الاجتماع القادم امتى والساعة والمكان وسكرتير الاجتماع وامزن قائمة التوزيع محضر اجتماع الاسم والوظيفة والتوقيع اللي حضروا بوقعه هل هناك سؤال لها هل هناك سؤال هل هناك سؤال شوي في بعض النقاط لما بتكون أنت مسؤول عن ممكن اجتماع في بعض النقاط لا يفضل اذا كانوا بشكل موجز اذا كانوا بشكل موجز تفضل هو اللي هو المحضر الاجتماع الله يفضل ابعت لكم المحاضر هاي صورة عنا هتكرم عينك لحبعت لكم الملف كله مجهزوا بس طبعا هاي امثلة امثلة تعرفوا انه هاي امثلة يعني كل واحد وحسب شغله طيب هلا في نقاط بعض النقاط المهمة سامحوني انا عمل الوقت عمليت داركنا في بعض النقاط المهمة اللي ممكن او مواقف صعبة ممكن ان نوضع فيها سكرتير الاجتماع او المودي محاولة احد الاشخاص السيطرة على المناقشة في اشخاص طبعا بيحبوا يسيطروا خاصة الشخص اللي بظل حاله فينا نقول الشخص المتعالم يعني نفكر حاله ان هو اكثر خبرة الخبرة يا جماعة ما انه انا شخص اشتغلت عشرين سنة معنات عندي خبرة عشرين شهر عشرين سنة ممكن هذا الشخص عشرين سنة هو يكون الخبرة اللي له شهرين بس بس هو عم يعيد يعيد يفينا نقول المهمة نفسها لعشرين سنة فهذا خبرته طبعا لازم نجل ونحترم اصحاب الخبرة بس ما نسمح لحدا ان يكون يفينا نقول يسيطر او يكون اه هو اللي اه دائما اه فينا نقول بدي يسيطر على الاجتماعات اوكي اللي هو مثل ما ينقب العظيف اللي يعرف كل شيء تجنب النظر نحو المشاركة كبير السن عند طرح السؤال حاول تحدث مع هذا الشخص بصفة خاصة اثناء الاستراحة مثل موضوع مثلا الوقت تعذر دائما دوقت انه نحن عنا وقت للاجتماع ما فين نصرف الوقت ملاحظاتك كثير مهمة مشاركاتك كثير مسمرة فالسياريت انه نحاول مثلا نخفف من بعض المشاركات ممكن حتى تتقدم بعض الاقتراحات بشكل مكتوب للإدارة لحتى تندرس و الله يعطيك الف عاصل طيب رغبة احد الاشخاص في الجدن هو هذا الشخص اللي بيكون اه فهمان بشكل غلاص او او رع و ريف مدعي العلم او شخص بيحب هيك يكون مشاغل اه بيهالحالة حاول ما تعصي تمام ما لك اعصابك اه ما تطرح عليه الاسئلة حتى ما تخلى بالاصل اه اه يعني يسترسل اه او الادلي بالإفادات البعيدة عن المعنى اه حاول اه حاول تخلي هيك شخص دائما بمجموعة تمام صحيح انه ممكن يعني هيك اه في شخص بغلو طويل خلا يكون مع اه خلا معيكون بهالمجموعة هاي مشان اه يحاولوا قدر الامكان انه اه يشتغلوا معه عادة عادة ما تضايق المجموعة كل منه انه وقد تثور ضده الاراء او يسود صمت مؤقت وبالتالي يمكن يوجه المدير اسئلة مباشرة الى الباقين لحفظ التوازن عادة ايضا ما يدرك المجادل ما يدور ويتوقف عن المزيد هذا اذا كان بيحس بهالموضوع اذا لم يتوقف لازم بقى هو موضوع المدير يتخذ موقف مباشر ويوضح له انه اعتراضاته ممكن عما اه ما تتوافق مع سير الاجتماع ويتوجه لشخص اخر لمواقف وسلط المناقشة ايضا من المواقف هي قيام احد اشخاص يشراء مناقشة اخرى مع جيرانه جيرانه عن يمين وعليسر هون ببلش شو يصير يصير في اشخاص دانين كمان يصير عندهم هالحالة هاي مجموعات الكبيرة تصير المعالجة بدعوة الاشخاص الكل اشراك الجميع بآراءه اللي اه فينك تشاركنا مثلا تشارك الجميع برأيك هم بيفهم فبا اعتقد انحل الموضوع او الصمت انتظر لحتى يخلص رابعا الشخص الخجول او فاقد استقاب النفس عالمدير انه يطرح سؤاله او سكرتير المدير ان يطرح سؤاله في مجال خبرته حتى يتكلم بالثقة بمجرد بدءه بالحديث زبان الجريد سيكون مساهم جيد حاول اشركه الشخص المتشكك او المعادي بيتخذ بعض الافراد موقف معادي الاجتماع او للمدير او متشكك في فاقت الوقت الضايع وين جايبينها قد يكون السبب خبرته السابقة بالاجتماعات عنده نظرة سلبية عن الاجتماعات وعن ممكن عن مدراء بشكل عام او بنقص خبرة المدير هم هاي الاشخاص دائما يبقاعوا بالتعميم للأسف اذا كان ممكن يضاح هدف الاجتماع اذا كان موقف معادي ذات طبيعة شخصية الامر بيطلب اقصى حساسي اشعار الشخص بوجود اهتمام حقيقي بارها الشخص اللي بيحاول ايضا انه يأخذ الرأي بدلا من ان يعطيه اه ما بده يشارك اه هون بيظن البعض من تجاربه ان المدير لا يريد حقيقة استقطاب الافكار بل يفضل ان يطلب الاخرون رأيه هؤلاء يردون على السؤال بسؤال افضل تحويل السؤال الى المجموعه مجموعة ثم العودة الى الشخص الذي طرحه يعني هو اخذ السؤال يعني ممكن بدي يحرش الموديل فانا ممكن هون شو سوي السؤال حول المجموعه فهي بمهارات تسيير اه اه تسيير الاجتماعات لازم تكون اه عند اه ميسر الاجتماع هلأ عم تقول سوكينا اه ممكن القول بانه هولا كلوبيات اقتصادية ضخمة تتحكم في استراتيجيات العامة للشركات وهذه الاخيرة مجبرة على التنفيذ ضمنها الاستراتيجية لا لا يعتبر هذا بعائق خارجي يعتبر عائق خارجي طبعا بس بالنهاية هاد بيرجع لسياسة الشركة ولو ادارة الشركة قل ولا تقول من العبارات الممكن تستخدمها فينكم بشكل موجاز ممكن نحكي اذا على التأخر ممكن نحكي انه تأخر البعض عن موعد ممكن يضر الجميع ما استهدف شخص بعينه من وجهة مثلا نظري قد اكون مخطئ الحلول كذا 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 ممكن هل ممكن انه ابدي بعض الملاحظات حول يعني دائما احكيه بالعمو ارجو ان نحاول عدم تكرار هالامر انا واثق انه نحن منقدر هل بامكانه نطلب القيام باجراء هالمهمة بشكل سريع بسبب مسلا الوقت ممكن انا شارك حضرتك كيف ممكن نقوم بهالمهمة مسلا او نوجز هالمهمة او الاجراء مع بعض خارج الاجتماع من خلال تجاربي وخبراتي لا يوجد الا مثلا هالحل لانه نحن مرينا بتجربة وهالحل هو فعلا الحل الافضل والوحيد انت بالذات دائما تأتي متأخران في كل اجتماع لا استطيع تحملك بعد ذلك ان تدافع بنفسك الى العقاب تدفع بنفسك الى العقاب وعليكم ان تفعل ذلك بكل دقيقة وسرعة انا اذكرت لكم عشرة بس انتو حضرتك هون كتدريب بشكل موجز هون ممكن اعدلكون ياهم كالقام لا اياه بس لعدلهم كالقام وانتو اعطوني كل كل حوالي اي رقام بناسبة كل اReal كلانا. كلانا ان вним آن تكون مonentاو كلانا انتو سوفغلimos أعطوني الرقم الواحي هو مناسب لأي خيار من الخيارات العشرة ظهرين أمامكم الأرقام على الشاشة هاي وايد فورد ثاني واحدة بس تمام ممكن شارك معنا صوتيا أول خيار أول خيار كيف ممكن أسلصي هون قول صح وهون لا تقل ممكن إذا حدا صوتيا بقل الأول واحدة لمن هي رد أو الأفضل ممكن إذا بحبونا عكسون عليكم أن تفعلوا ذلك بكل دقة وسرعة أي خيار من الخيارات هون الخمسة ممكن أنا استبدل هالطريقة رقم خمسة صح هاي رقم خمسة هاي رقم خمسة من خبراتي وتجربتي لا يوجد إلا هذا الحل إنه الحل الوحيد أي خيار ممكن يكون هو الأفضل أفسر رقم اثنين من وجهة نظري ممكن يكون مخطئ إنه هذا هو أفضل حلو إنه هذا هو أفضل حلو طيب سوف أعلمك كيف تفعل ذلك شو رأيكم رقم أربعة أرجو أن تحاول عدم تكرار هذا الأمر أنا أنا واسط أنك تستطيع لن أستطيع تحملك بعد ذلك أنت تدفع بنفسك إلى العقاب شو رأيكم رقم ثلاثة لا رقم ثلاثة هون إن يتأخر البعض عن الموعد يضر الجميع أنت بالذات دائما تأتي متأخر في كل اجتماع هذا هو الخيار فهون لن تستطيع أن أستطيع تحملك بعد ذلك أنت تدفع بنفسك نحو العقاب خلينا أرجع هون رقم أربعة الأربعة تمام هون سوف أعلمك كيف تفعل ذلك لح يكون هون القيار الأول طيب إن تأخر البعض عن الموعد يضر الجميع فأنا بدل ما أحكي هيك بقول بدل ما أقول أنت بالذات دائما تأتي متأخر في كل اجتماع ممكن وجه الكلام نقول تأخر البعض عن الموعد يضر بشو بالجميع في أي ملاحظة شو رأيكم بالفعلا هون العبارات فينا نقول عبارات تهشمية في تهكم صح فنحن نستبدل بعبارات أجمل وأوضر خلال نحن ننتقل لموضوع كمان حلول اللي هو موضوع الاجتماعات الأونلاين إدارة الاجتماعات عن بعد بتساعد الاجتماعات عن بعد بتساعد الاجتماعات عن بعد على إبقاء الشركة في المسار الصحي كما أنها ضرورية وحيوية لكسر الحواجز الجغرافية ومتابعة تقدم العمل طبعا الاجتماعات بترفع كفاءة فرق العمل عن بعد بتساعد في بناء علاقات وابط ثقان قوية بين الأفراد ممكن تكون هلأ هي حاليا من أفضل حلول من نواحي خاصة بسبب وباء كورونا ممكن أيضا تكون فرصة مناسب لحل المشاكل العاقيل ممكن تواجه الموظفين في أدناء أداء مهمهم وتحسين أداء الموظفين والتخطيط والتعلم واقتساب الخبرات وتبادل المعلومات بين الأفراد حتى بين الأفراد المختلفين الثقافة من خلفية متنوعة أيضا لتعزيز مهارات الاتصال الجماعي والاستفاد من الأفكار الملهمة الممكن تنتج عن نقاشات الفريق لحتى أن نتمكن من إدارة اجتماع ناجح لفريقات يعني أن تضع الشركة في الطريق الصحيح وأن تخطف صمار النتائج الإيجابية والبناء المرجوة لأي اجتماع في بعض الأسرار فينا نقول بعض النقاط المهمة اللي ممكن نتكلم عنها بالبداية اللي هي مميزات إجراء الاجتماعات عبر إنترنت ما ميزات إجراء الاجتماعات عبر الإنترنت الأستاذ مجل عم يقول الاجتماعات عم بعد أكثر فعادي مجتمعات مباشرة مثلا توفيف الوقت والجهد والتحضير من الاجتماع العادي ممكن الاجتماع يكون من أي من خلال تطبيقات الموبايل أو الكمبيوتر مدام في عندي خط إنترنت مستقر ما بيتطلب الحضور ممكن يكون أناقل مثل الاجتماعات العادية ممكن تسجيل الاجتماع ممكن كفيديو نرجع كمحضر الاجتماع يكون موثق كفيديو ممكن في عندي برامج ومواقع متخصصة في إجراء الاجتماعات عبر الإنترنت للشركات بأنواع وحتى الأفراد حتى إذا كنت أنت بتشتغل في مواقع العمل الحر ممكن تستخدم الاجتماعات عبر الإنترنت كوسيلة للتواصل مع الكمبيوتر تنسيق الاجتماعات عبر الإنترنت اجتماع سواء الإنترنت أو الوجه لوجه هو استغلال للوقت لا تحدد موعد الاجتماع إلا إذا كان في عندك محضر أنت الأسباب والأهداف وواضحة عندك إذا عندك إجتماع عبر الإنترنت مع ثلاثين شخص لمدة ساعة هذا يعد هذا ثلاثين ساعة من وقت شغل الأشخاص يعني ضرب أنت مية فكأنك أنت أخذ مية ساعة من وقت أول أمر لازم تختبر النظام قبل استخدامه يعني أنا ما بصير أنه أنا متأجري مكالمة سكايب أو أعمل اجتماع على سكايب وأنا ما بعرف استخدم أول مرة بقوم باجتماع سكايب لازم يكون محضر حادي أنا سمعام بعمل الاجتماعات على الزوم فأنا أول مرة أنا حضران على الزوم بس أنا ما عامل اجتماع على الزوم لازم يكون متعرف على الزوم وعامل الاجتماع ومقدرك إذا صارت مشكلة قدر حلها جوجل ميت مثلا برنامج جوجل للمحادثات لازم أعرف استخدمه لازم أعلم الناس كيف يستخدموا كتم الصوت خصوصا في المجموعات الكبيرة لاحظوا أنا بداية كل جلسة بحط أنا سلايد الأول يهو هايدا سلايد بداية كل جلسة نحن أخذنا على التسعة ورابعين منه إن شاء الله تمام إلا إذا حاببين نحن نخلص من موضوع الاجتماعات أونلاين طيب إذا نحن نجري عن أكثر من الاجتماعات عبر إنترنت لازم نشجع الناس ممكن على استخدام سماعات الرأس مع برامج مثل سكايب لحتى أو ممكن بعض تجهزات لحتى نحن نتخلص مثل مثلا اليوم في كان في صدى بس صوت بسبب استخدام مثلا مايك الكاميرا فأنا بدلت لمايك منفصل لازم يكون في عندي وقت بدلا من سؤال من يريد أن يقول شيء ممكن استخدام آليات مثل مرور بالدور اللي هي رفع اليد مثلا أو تقسيم المشاركين مثلا لمجموعات صغيرة أو التحفيز من خلال قصة مثل مع ما تقول كيف تنسيق الاجتماعات قبل المكالمة لازم يتأكد من جميع أن تأكدوا نجب الآلي فأعجب معها بالسرعة على إيطان عليك أيكم نجب الآلي لازم يكون متأكدين أنه الرسالة ما راحت عسبام متأكدين أنه هي راحت على البريد مثلا وإذا يحتاجون لدعم تقني يمكن أن نأملهم دعم تقني وقت التجمع لازم يكون بين خمس إلى عشر دقائق نكون نحن متصلين بالإنترنت ومختبرين مواصفات تقنية نرحب بالفريق والحضور ونسجل أسماء الحضور واللي ما حضر بعد ممكن نبعث له إشعار الإحماء أو التعارف يكون بين عشرة من عشرة إلى خمسة عشر دقيقة نطلب من الأشخاص يعرفوا بأنفسهم إذا كان مثلاً أول مرة أو إذا كان ممكن نحكي بمثل قصة أو لعبة أو فيديو فينا نقول تعارف أو إحماء كسرجالية مراجعة الأجندة ما هو أهدافنا اليوم؟ نحن أهدافنا نتكلم على الأمور من عين شخص ممكن لتسجيل ملاحصات أنشطة بناء المجموعة ممكن يكون باختيار أنه يكون في عندي مشاركة والكل هلأ إذا شاركتكم مثلاً وعطيت صلاحيات أنه الكل يقدر يرسم على الشاشة ويكتب فتقدروا أنت تكتبوا وترسموا طيب تغطية بنود الاجتماع خاصة مثل في بنود تكون طويلة فممكن نعطي استراحات أو لعبة أو أسئلة أو شيء حسب بنود الاجتماع الإعلانات والخاتم والتقييم ضروري كتير كمان لكل الاجتماع خمس تطبيقات مهمة لعقد الاجتماعات وأنا على المجموعة بعد تلكون أكثر من 16 برنامج ترجمة نانسي قنقر 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 يمكن أن تبحث في جوجل فبطلع لك الويب سايت الخاص هاي الخمس تطبيقات أشهرها الزوم والجوتي ميتينج واللي ميت. كمان في عندنا تطبيقات مثل تطبيق از توكس في عندك يعطي الاجتماع فينك تستضيف ميت شخص فاشي مجاني في شي مدفوع يعطيك أيضا ميزة الانتر اكتف وايت بورس اللي هي سببورات شرح التفاعلية. الصوت واضح حضرات. التعامل على البرنامج راح بعت لكم فيديو كيف بتم التعامل على البرنامج الزوم وجلسة القادمة بإذن الله ممكن يكون في شي عامل. أيضا في تطبيق اسمه كليك ميتينج ويبينار في فرق بين ويبينار يا جماعة والميتيج. الويبينار ممكن يكون الويبينار عام اجتماع عام. اوكي في بعض الخصائص الفرق بيناتهم بسيطة يعني في بعض الميزات الموجودة بالميتينج ما موجودة بالويبينار او موجودة بالويبينار ما موجودة بالميتينج. فحسب نحن الحاشة. بالعادة الميتينج العادي ممكن نحلل لي هالأمور برنامج اسمه كليك ميتينج ويبينار. زوم كلاود ميتينج كمان بيعطيك استضافة لحدود الميت شخص لمدة أربعين دقيقة بس ما بيعطيك ميزة تشجيل في بعض الميزات الموجودة بالحساب. يعني المحدود اللي هو المجاني لازم يكون انت كشركة مشترك. مشترك بالبرنامج وعندك رخصة حتى تقدر تكون تفيد من كل الميزة. في تطبيق ايضا في غوتو ويبينار في غوتو ميتينج كمان موجود بيعطيك استضافة لحدود تقريباً لخمسة وعربين دقيقة ممكن ايضاً تبعث تعاوات وغسائل بريد إلكترونية لتسكير المشاركين. الايزي ويبينار كمان بيعطيك ميزات شبيهة بالبرامج الثاني بتعطيك يعني صار في تنافس فينا نقول بين الشركات مين بيعطي. ميزات أعلى مين يدعم مثلاً خطط تسويقية أكثر للعمل. بس الأكثر انتشاراً هو الزوم والميزة. طيب في برامج وأدوات مساعدة بتساعدك أثناء الاجتماعات مثل إذا كان في ضوضاء في برنامج اسمه كريس. كريس وفيمن اخبار جراéfو المشاركة، أبدأ ذلك البرنامج. و werde بالبرنامج مجاني. شưa界 engaging محطم شاشة هذا هو البرنامج أ 고ك تحصل على علم بشكل مجاني. بتعمل صاين او تلشيب من خلال جوجل وبتنسك في عندك ايضا برامج تانية لدينا جوجل دوكس لعمل مشترك اثناء الاجتماع اذا انت الكل مثلا مفتحنا جوجل دوكس ممكن الكل يقدر يشارك صغل.it لخلاء الزهنية التعاونية اعطيكم كمان فكرة عنه بشكل بصير hi welcome to koggle koggle is a great way to understand organize and share information on any topic with colleagues classmates or just on your own let's sign in and create a new diagram click the central item to edit the title I'm going to use this diagram to plan an awesome new business idea use the plus buttons to add branches you can add as many as you need click on text to edit it or drag an item to move it around the structure of the diagram helps to keep your ideas organized right click on an item to open the context menu here you can change its color remove it and all sorts of other useful things after you've added some items try inviting someone to edit with you you'll see their changes appear instantly as they make them and you can discuss your project right here in the messages panel making it really easy to work on anything together your diagrams are saved automatically when you're done click the koggle logo in the top left corner to go back to your home page where you'll see everything you've created so far login now to get started and find out why a million people have chosen koggle to organize their ideas come back to your home page where i will move on these cards and check new hace comme ça factories i get to keep running with me is cgetung you برنامج اسمه سليدو تمام اس آي اس اسل اي دوت دو دوت دو في ميكروسوف تدو كمان لإدارة المهام مشتركة وفي عنا برنامج اسمه أسانا كمان ممكن نستفيد منه من من ناحية إدارة فرق العمال وهذا الموضوع اللي احنا كيفان. إذا بقي معنا وقت. طيب. شو نصائح عامة لزيادة جود للاجتماع؟ أفتدي ملابس مناسبة أكيد. الشباب عم يحولونهم عن المجموعة. طيب؟ أو أنا بحول لكونا عن المجموعة؟ أفتدي ملابس مناسبة للحضور والحداث. ما يعني فينا نقول لك رسمية الزيادة عن الزوم ولا يعني فينا نقول ملابس حسب الاجتماع في نقطة مهمة. بدي أذكركم فيها. يعني بكل صاحب سبب. يكون مثلا استرعى أو الأمر ممكن الشخص يعني. يعني صايرة حتى في أشخاص ممكن تشوفون على اليوتيوب لابس أميس من فوق. وطياب يعني شورت تحت المكتب هو متعود يعود بالبيت بس أثناء الاجتماع هو لابس أميس. وهذا الأمر لأنه أنت حاول حتى بهالموضوع بأسر كمان على التحضير الحال نفسي للشخص. حاول يعني خلص أنك أنت بالاجتماع الحقيقي. مراسل الجزيرة. لم أكن أريد أن أذكر اسمهم. لا ترتدي كثير من الحلة والمجوهرات أو الألوان مشتتة أو المخططة. خطوط رفيعة لأن هذا الموضوع ممكن بالفيديو يطلع ما كثير حلو. التقط موضوع. حاول قدر الإمكان أنه تلتقط وتمدح علانية كل شي هو حلو جيد قبل وأثناء وبعد الاجتماع. لأن الأمر التشجيع موضوع مهم صدقوني موضوع التشجيع بس ما بالأفراط. يعني أنت إذا شفت شي حلو كلمة الله يزيك الخير حلوة. أبطئ قليلا من سرعتك العادية في الكلام أثناء الاجتماعات أونلاين لأنه ممكن خاصة بمواضيع اللغة. عندما تسأل انتظر بضع ثواني لوشوت خير لثواني في نقل الصوت أونلاين حتى لا يحدث تداخل للحديث. قلل مدد الاجتماعات الحد الأدنى كلما أمكان وانطريت لاجتماعات طويلة عطي بركات متعددة. لا تتحدث محادثات جانبية خارج موضوع الاجتماع مع أحد الأرض لو عد شاب. لا تكون متكلفا في الحديث تحدث بطريقة ونبرة ودية وعادية كأنك تتحدث مع أصدقائك وليس كأنك تششل تقرير رسمي. قبل الاجتماع في أمر لازم تتأكد نوجود وإعلان غرض يستحق الاجتماع على أولاين. هذا الأمر تكلمنا عنه ب لازم الإعلان يشد المدعوين للاجتماع. يعني لازم الاجتماع يكون فعلاً الإعلان لقاله إجتماع بشد الأشخاص المدعوين للاجتماع. طيب أكد على الحضور مسبقاً تشغيل الكاميرا والميكروفون لأنه ممكن ينطلب منك موضوع توثيق الحضور. دائماً لما يكون الأشخاص الثانيين فتحين كاميرا هذا الموضوع لغة الجسد أكيد لح تكون تعبر أكثر. تواصل البصري بيكون أفضل دائماً ويعطي انطباعات أحسن. فدائماً نذكرون أنه موضوع فتح الكاميرا اللي عنده إحراج ما في مشكلة يعني اللي ما بيريد لا تكون ملحة زيادة عن زوم بهالموضوع. جهز وسائل التفاعل متنوع وألعاب في ممكن من طريق الزوم في شيء اسمه استطلاعات الزوم في ممكن فيناك تشاركه. بالزوم الزر اسمه بولز بتعمل كويتشين فيه مثلاً تشارك أرى بس أنا ما بكثير. إذا كان مثلاً موضوع مثلاً نكتب هون. أخرجيكم كيف بشكل سريع. الكنترول بناء للزوم فينا هون نشارك حتى الكنترول بناء للزوم نفرجيكم ياهون. أعدادات الزوم أعدادات الزوم. هاي video meetings. في عنا شيء اسمه share screen enable the remote control. يس هلا مفترض انكن انتو شايفين على الكنترول بناء للزوم صح مطلوع تشاط مطلوع طالع بولز صح. شايفينا. بس حدا يرد علي. كنترول بناء للزوم طيب لح افصل. ورجع شغلة ممكن. هلأ هيك شايفين كنترول بناء هيك شايفين كنترول بناء طيب. هلأ ظهرت ظهرت الزهرة ولا لا. هاي الكنترول بناء الاسمه. حيارتوني عالم بتقول ظهرة عالم بتقول لا. هاي هي الكنترول بناء ظهرة مهنن عم يقول ظهرة. طيب انا عم اقشر هلأ على ايش على البولز هذا البولز صح ظهرت هلأ. في شي اسمه بولز. ظهرة. هاي كوشين. لح يفتح معي لازم يكون انا عامل تسجيل دخول. لح يفتح معي. اه مثل اسئلة. تمام. فهم بسأل ما. رأيكم بالمحاضرة. او تقييم محاضرة مثلا. تقييم المحاضرة. هون سؤالين مثلا. نعم. ولا. اوكي. هون قلت له السيد. هلأ ما سيفت شو صار ظهرت امامي هون. تمام ظهرت امام. بقل له لانش بولينج هلأ عم يزغل امامكم راحت لعنكم. في ثمانو ثلاثين شخص. هلأ ممكن انا هون اعمل اند. وعطي شو شير ريزال. رجع عيدة. هاي بولز. اعطي ايديت مسلا. هاي لحسك لها دول. سنحط قيم. محاضرة. ما رأيكم محاضرة فاكتب هون مسلا جيد. ممتاز. جيد. جدا. مقبول. سنضعيف. ضعيف جدا. تمام. بعمل شو. ممكن هون نضيف سؤال تاني. احزف. عندي سؤال. هاي السؤال واحد. ما رأيكم محاضرة. ما اعطي سيد. سكرت هاي البولز. هاي تقي المحاضرة. اعطي لانش بولينج. هلا ظهر امامكم. فضلوا. شو عما يطي عما يطي تفاعل. تمام. بس اعطيت اند بول. بولينج. فيني يعمل شير ريزالت. فصارت عنكم. تمام. فيني عمل داونلود. انو. نزل. نزلة. احفظها بشكل سي اس في. عرف مين. شو عدد اللي قالوا ممتازة. شو عدد اللي قالوا جيد جدا. او ممكن اخذ لقطة شاشة. طيب. كي برامج تاني. مثل جوجل فورمس وغيره. سلايدو كمام. ممكن تعطيك مساحة مشتركة واكبار. او حتى ممكن انو انا. فعل في خيار. خيار اللي هو. اللي بريك اوت. اللي بريك اوت. ما بعرف اذا الشباب هون. بالميتنج. اللي بريك اوت. لازم كون فعل خيار. مثلا اذا رحت على. ميتنج تانية. ها. اللي بريك اوت. في خيار بتفعله. اللي بريك اوت. شو اللي بريك اوت. يعني. انو انا قادر. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ. هاي الصديقس. في عنا خيار اللي هو البريك اوت. فينك تبحس عنه وبحس. بس اكتب بريك. هاي البريك اوت. والله فعال بس. ان ليش معنا مشوفو. خليني وقف الشاشة. اي. لما انت بتوقق. لما بكون انت عامل تشيير الشاشة. ما بيطلع عندها. اما هلا. في عندك خيار اللي هو البريك اوت. او بريك اوت رومز. هون. لح صور لكم الشاشة. طبعا لحبعت لكم دليل. وفيديوهات حول موضوع التعاون مع الزوم. هاي لح شير الشاشة امامكم. هذا هو الخيار. تمام. هذا هو الخيار. اذا فرضا بدنا نضغط على. اه مين بيعرف يشتغل. اه على بريك اوت بس يقلي. يحط واحد ما بيعرف يشتغل على البريك اوت روم يحط اثنين او ما مجرب هاد الامر. بالعربي اسمه الغرفة الانتصار ايه. طيب انا هلأ شو لح سوي لح اعطي بريك اوت. لما لما بعطي بريك اوت فعم يقلي انه انت شو عدد المجموعات. مجموعة ولا اثنين والثلاثة. الدخول اللي قاله بشكل الخيار ولا انا بختار الاشخاص. هون عطاني هاي الحالة. كمال احشير معكم. الشاشة هاي الخيارات. هون مثلا بحط ثلاث مجموعات حسب الاعضاء عندك اربعين فاصمم مثلا نقول على اربعة فلاح يكون في عندك عشر مشاركين. اوتوماتيكيا هو شو بيسوي لح يفرزون. مانويل مانولي المانولي معناته انا بدي اختاره تمام. لات بارتسبنت شوز روم هو الشخص بيختار المجموعة تمام. طيب انا هلا لحف رسكو مثلا نقول. لا اربع مجموعة فعلا حيكم كل مجموعة بين عمي اللي بين ثمانة والتسعة ولو كريت. ظهر امامي هلا ظهر امامي. هلأ ممكن احتى عدل مجموعة. ها ها كمان صور لكم الشاشة تفرجيكم اياها. هلا انتو شايفيني بريك هون. بس لا تأكد اني مشايرة. هذا الخيار ضغط رينين مسلا سمي المجموعة الاولى هون مجموعة الثانية هاي الاسماء الموجودة تمام. ممكن حتى نقل بين المستفيد او الطالب والطالب الثاني. هلا لحعطي دقيقة واحدة كتجربة اعطي open all rooms. افتح كل ال انا اللي افصلت افصلت تمام انا وزع لكم اول مجموعة فيه تسعة مجموعة الثانية فيه تسعة الثالثة بالرابعة فيه ثماني. لاحطي open all rooms. لا تطلعوا من زوم انتو لوحدكم لاحطين تقلوا اوكي يلا. جاهزين اعطوني واحد. اذا جاهزين. تمام open all rooms. طبعا هلا الشباب اللي عم يحضرون اونلاين. لاح يحضروا بالتشغيل. لاح يظهر بكل مجموعة من من الانضم ومين ما مضم تمام. مين ضم ومين ما مضم. ممكن ان حطي broadcast للكل يعني اعطي للكل. رسالة. ممكن ان الطالب من مجموعة الثانية او ممكن ان انضم لمجموعة معينة مثلا المجموعة فرضان. اعطي جون للمجموعة الاولى. كأنني انا صوتي مواضح. ايه تمام. اوكي. كان الصوت واقف الصوت لاني انضميت لمجموعة ورجعت. طيب. رجع هلا لازم يكون رجع الصوت تسجيل شغال امورتهم. كنت عما تكلم على موضوع اللي هو هون. فحص جودة الانترنت. فحص جودة الانترنت. فحص جودة الانترنت لانه هذا الموضوع موضوع مهم. اه طيب. تجربة ثم التجربة ثم التجربة قبل الاجتماع فينك قبل ما ما فينك تعمل الاجتماع وهمي. من خلال الزوم في عندك خيار من خلال الفيديو بيعرض لك الفيديو بشكل فينا نقول جيد جدا. طيب الموقع اللي كنت عما احكي لكم على وما كان ظاهر صوتي. هو موقع اسمه سبيد تيست. بس اكتب سبيد تيست على جوجل رح هي يعطيك. اعطاه جو. تمام. بيعطيك اه شو السرعة الانترنت عندك. الداولود. اه والابلود. هلا عم يختبر جوت الاتصال عنا. برش عب اكد ان موضوع التجربة موضوع مهم جدا. طيب. تمام هل عم يفحص. اه فحص الداولود. اعطيها تنين وتسعين مفترض لكون اعلى. هو الابلود بعتقد لح يكون ستة. طيب. اكتير كمان من الاحيان. انت حاسب كل شي بس سبحان الله بصير شي قطعة الكهرباء عندك. تمام. فمفترض يكون عندك مساعد. هو ال ال. لانه اذا انت ما حارف مساعد بال. بالجلسة. اه زوم لح يختار مساعد ما بتصل لوحده. تمام. تحتاج اه دائما انك توضع حدا مساعد. مثلا انا بحط مساعد فرضان. اه مروة. الانسة مروة. فانا بروح على. على. وبضغط. اه. هلأ. ابعت لكم شرح انه كيف تختار المساعد. اه. المساعد اسمه بالزوم كو هوست. الشخص نفسه. اللي هو انشأ الاجتماع. اسمه هوست. ومستطيف. طيب. كمان من الاشياء المهمة انه كتم الصوت عند الكل. ومشاركة المشاركة الشاشة فقط عنده الضروة. رحب الجميع بطريقة تحفيزية وودية واستخدم وسائل البصرية كل ما امكان متل مشاركة الصوت. اه الشاشة ومشاركة فيديو واحصائيات لان الناس بتحب الشي. كمان استخدم قدر الامكان وسائل تفاعلية متل بريك اوت رومز. والاسئلة واستطلاعات وطلب مداخلات وآراء مشاركات الحظ. لا تتشتت بغير الاجتماع متل. متل موضوع المايكروفون وموضوع انك تقرأ او تفتح وص أثناء الاجتماع. قدم ملخص سريع عن الاجتماع وقم بانهاء الاجتماع في موعده. وخلي خمس دقائق او عشرة دقائق لحتى انك تستأذن الكل بانهاء الاجتماع. طيب بعد الاجتماع تأكد من اغلاق الاجتماع مزبوط لاني احيانا بصير فيه خطاء بيفصل النات. فبتفكر انه تم اغلاق الاجتماع بس هو لا استاتو الشغال. شارك الحضور ملخص مكتوب اجب عن الاسئلة المعلقة على مجموعات الواتس اوب او على الفيسبوك او سلايدو. سجل ملاحظاتك الشخصية ببرنامج متل جوجل كيب. وهذا هو. الجوجل كيب. ادارة الاجتماعات ببرنامج الزوم. لح ابعث لحضرتكم. دليل وانا شارح البرنامج زوم من قبل بدورة. بدورة سابقة لح ابعت لكم سابل الوقت. بعث لكم الملف بتلاقوا بالملف هون لح سير معكم الملف. وين بقى صار. ادارة الاجتماعات ببرنامج زوم بالتفصيل كيف تنشئ الغرف كيف بتنظم غرف الانتظار دخول ضيوف تحكم بالمشاركة الصوتية لحضور تحكم بالكاميرات تفعيل مشاركة العروض تنظيم المحادثات والدردش. تشتغل ستيب باي ستيب يعني خطوة خطوة حتى هون مسلا كيف لك بتنزل الملفات. افضل طريقة تدريب انه اني تقرأ وتجرب تقرأ وتجرب بجرب مع زملائك اصدقائك لحتى انك تقدر انك تتقن الا 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 استخدام على القيم يوتر استخدام يعني قياتة الزوم اه على الكمبيوتر وعى الموبال. ليش على الكمبيوتر والموبايل لانه انت ما ضامن انه احيانا بصير عندك بيعطى الكمبيوتر بتوقف الجلسة لا انتقل على الموبايل يمشي الحال في عندك ايضا مصطلحات وترجمتها مثل قبل شوي حكينا بريك اوت بجوز في الناس ما بتعرف شو معناتها بريك اوت ويتين جروم شو معناتها مثلا غرفة النظام البرتسبنت شو معناتها مترجمة لاني الزوم بصراحة لساتو لهلأ مع عدد المستفيدين الكبير بالعالم العربي لهلأ ما مترجم الهوست والكوهوست شو معناتها الهوست مثلا المضيف الكوهوست مساعد المضيف ممكن تستفيدوا منه هون في عندك شرح مستفيد للخيارات بالكامل ممكن اه بترجعوا للملف ولح يبعث لكم يا ان شاء الله على المجموع حتى في هون كمان شو تسعيرات الزوم كيف ممكن انك تشارك الشاشة في بعض المشاكل والحلول مثلا كيف بتفعل خاصية الصوت كيف تلغي خاصية الصوت كيف ممكن تجعل كل ما يقدر يشارك الصوت ابدا فينك حتى في خيار كول اوفر انترنت الاتصال الهاتفي متزوم بتلاقوه بالملأ ولحشير معكم الفيديوهات نشاهم طيب هيك محور الاجتماعات اونلاين يكون انتهينا منه ان شاء الله بنبدأ بالجلسة القادمة بمحور جديد هو موضوع سفريات المدير بالاضافة لموضوع فن الاتيكيت بازن الله في اي سؤال او استفسار ولين تسعيرات بدلا اوه لزوم موقع الزوم لو سمحت الله يعطيك العافي اذا في اسئلة ممكن كمان على ما جوابت عنا ممكن على المجموعة بول ريبورت مكتوب الاخضر ان تقارير تقارير البالة تحت بول ريبورت ينتقاري الاستطلاع الله يعطيك العافي وتشكر فضولكم استاذ بس دقيقة بس دقيقة اتفضلي استاذ امتا الفحص بحتى حضر حالي انسي هذا الموضوع بداية الجلسة لو سمحت تكلمت فا قلت الفحص بعد انهاء الدورة بعطي انا وقت اسبوع العشر قطية جوز كنتي حضرتك ما معنا اول درس ما حضرته انا وقت لقلت لك انتو ما كامل لا لا ما اول درس عم اقول البداية جلسة اليوم واكتر من مرة حكيت على هالموضوع بالواتس اف ما في مشكلة برجع بعيد انه الامتحان لحيكون بعد الدورة بإذن الله منعطي من اتفق باخر جلسة امت الامتحان الله يعطيكم العافي تمام يا شكرا فضولكم جميعا ودحياتي للجميع وجلستنا القادمة ان شاء الله يوم التاني القادم حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة